يعني بص اولا هتقيدك كده لا اقفل ايدك عليك كده سلم عليك اقفل ايدك مش حرام انك تسلم علي حد دي صدقة خلاص احنا زي بعض نفس الحالة على فكرة يعني انا زيك كده بس انا مش هنا انا كل بقى المنطقة يعني كل ده اصلا الادم دي كانت مقطوعة خالص خالص لا اسمعي بس عشان الحمد لله رب انا اداني الصحة وبامشي بالعب كرة الحمد لله فانا انا بس عايزة اقول لحقيقة وحقولك انا بقولك ده ليه الادم دي كانت مقطوعة مفصولة خالص عن البتاعه وما فيش تغزية دموية شهران الرئيس اللي بيبقى في الرجل بيغازي الادم دي مقطوع ومش موجود فهم راحوا عاملين ايه مخياطين دي هنا وما فيهاش بقى العدم ولا نيلة ولا تغزية دموية ولا حاجة فقاعدين بقى ياخدوا من جسم شوية عظام من ضهري شوية ومن الحوط شوية ومش عارف ايه ويبنوا عظم رجل من الاول وقت كعب بقى وبتاع صابع هنا وبتاع مش عارفية وعملوا كل ده وحطوا بقى شرائح وبتاع واللي انت عايزوا كله واتخياطت في الحكاية دي انا عدت 11 سنة دي ما بتخفش لان مفيش دم بيخلي العظم ده يلم فعملت 42 عملية هي نفس العملية بتتقاد تاني لانه العظم اللي بيشلوه من جسم يحطوه هنا بيمتص لانه مفيش دم يخليه يمسك تمام تمام قعدت كده 11 سنة لحد ما ربنا اكرمنا باختراع جديد حاجة ليزر كانوا بيجربوها في النمسا وكانوا عايزين فران تجارب انا كنت منهم في مستشفى حكومي في النمسا وراحت وعملولي الحكاية دي وخفيت تمام اللي انا عايز اقوله لك انه انا عايز اكتاحمد ربنا ان ده حصل والحمد الله الحمد الله وحقولك ليه برضو واحمد ربنا انك انت بتمشي الحمد الله انت عارف ايه لمدايقك وقول لي انا صحة اللي غلط لو انا غلط قول لي غلط انت لمدايقك ان انت مش زي الاول بالزبط طب انا هوفر عليك بقى كل السوسبنس اللي جاي انت عمرك ما هتبقى زي الاول ايه. ايه. تمام كده? تمام. انت موت? لا الحمد لله. ماشي على رجليك? الحمد لله. ربنا اديك فرصة يعني. ايه. اخدها بقى.